من جانبه أكد السيد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال مداخلة مرئية في برنامج خاص أن المنظمات الحقوقية حول العالم وجهت انتقادات شديدة لهجة للحكومة القطرية جراء تعاملها بشكل غير مقبول ومبرر مع العمالة الوافدة قطر تعاملت بشكل غير مبرر مع العمالة الوافدة أكبرت البعض منهم على عدم الحصول على مكافئة نهاية الخدمة خفضت المرتبات في بعض الأحيان المرتبات تأخرت لما يزيد عن عام حاسبت المواطنين البسطاء العاملين لديها على الأجازات واعتبرت أن الأجازة غير مدفوعة الأجر في بعض الأحيان منعت بعض الجنسيات من العودة مرة أخرى كل هذا دفع المنظمات الحقوقية حول العالم وفي القلب منها منظمة العفر الدولية إلى توجيه انتقادات شديدة إلى حجومة قطر لكن للأسف الشديد قطر تمارس هذا النوع من الانتهاكات منذ زمن طويل ومع ذلك هي تستطيع من خلال الضغوط التي تمارسها في الخارج أو من خلال بعض المؤسسات التابعة لها أو التي تقوم بتمويلها في محاولة لتغيير الصورة الزهنية لدى المواطن حول حالة الانتهاكات في قطر لكن يكفي أن نقول لك أن هناك شكاوى متعددة من تأخر الأجور للعمالة الوافدة هناك انتهاكات من حق المرأة هناك انتهاكات من بعض أفراد الأسرة الحاكمة نفسها وممنوع عليهم بل محظور عليهم الإدلاء بأي بيانات أو الشكوى سواء للإعلام الداخلي أو للإعلام الخارجي